بسم الله نكمل بارت الثاني نادي يقول الناس يعني طرقتين نطلع بيها التروفوزويت اول طريقة هي سمتروفوزويت ديقول لكم هنا سمتروفوزويت انه حيكون انه موجود بالبرسيستيك او حينو شو نقول ترجع تصير البرسيستيك فرم انه مو بعدين همين راح ترجع تكون اللي السيست وال بالتالي انه من التروفوزويت تتحول الى السيست يعني بالتالي انه التروفوزويت تروح على البرسيست وراها البرسيست تصير سيست اوكي شو نصير السيست عن طريقة تكون هدا جدا انه ممكن انه يعني قلنا انه اللايف سايكل مانته كلش بسيطة فبالتالي انه هتطلع لي بالفيسيز اوكي ثم ربيت دي سايكل انه راح ترجع تتكرر السايكل كذلك انه لعدنا دي يقول لك انه سيستيشن الانسيستيشن معاناتها بالداخل انسيستيشن معاناتها داخل اكس سيستيشن معاناتها الخارج خارج اسمه سيستيشن هولا سيستيشن انه هيقول لك هو يعني تصير عملية ربيت انه راح تصير عملية رنيف Ramses انه ممكن هذا حسن الحظ انه الهيصن حذر انه الهيصن حذر بارب انه فقط حكون كناقل لانه تصير مرض بالموضوع هاي بنسبه لطريقة الاولى بطريقة الثانية هنا شوية هيصير الموضوع عنده عقد شون عقد؟ لانه راح تصير عندي reach to the mucusa راح توصل للطب للميوكوسة من الطب للميوكوسة هي الانزيمات المحللة هيصير انه بالتالي راح الطب و هي الاربي سيز و راح تفتر بجلسة و راح تطب للميوكوسة بعدين تسوي لي damage بالكابلاري و راح تسوي لي مشاكل هواي فبالتالي انه بالميوكوسة راح تسوي لي مثل النكروسس راح تتالي انه تقوم تحفر بالميوكوسة حد ما تنزل تنزل وتعبر الانتستب فانا دا قول لك escape from damage capillary and cause فلاسك shape ulcer راح تسبب لي ulcer تشبه الفلاسك الفلاسك اللي هو هذا بالمختبر يعني بالهيتش هذا شكلها هيتش هيكون شكلها يعني هذا هو حيكون هيتش شكلها بس مو بهذا الشكل هو راح يكون هيتش يعني هو وحيكون فاهمنا الميوكوسة عود راح تبدي تحفور تنزل وتصعد جيد هيتش يعني حيث حيث انا الميوكوسة حيث 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 عريضة والنك مالتها تكون ضيئة بهذا الشكل فهذا وقصدها بال فلاسك شايفت. الزوايا مالتها غير انتظامية يعني هي عميبية بعد. عند اميبك are found in the periphery and the base of ulcer. هذا هو الشكل. هذا هو الشكل. تلاحظون هنان انه صائلة مثل كونيكال فلاسك. تمام صائلة مثل الفلاسك. هاي هي عاته انه مسويه نكروسز هنانه. وعبر الميكوسة اللي هاي. هاي الميكوسة. حافرة حافرة. هاي الميكوسة كليتها. حافرتها هي. ونواصله. ونطبع. للسب ميكوسة. اكي. وهي الالصر. هاي اللون البرتغالي هي هاي الالصر. مزيب. نازل تلاحظون همين كذلك انه هاي هي الكونيكال فلاسك. وهذا هنان عندنا هاي بريمية. اللي هو صار دم هوايه حولنا. حول الالصر. انا اقول لك باع. مميكوسة. اللي هو الوبارتغالي. وسيح نحن برفرة. ولهم sindى تمام راضية وشعب الالصر. انا نفس اشي. يعني انه شو نقول شي يعني تحول مش شي لاشي حتصال extra intestinal lesion يعني بعد ما يسوي لي نكروسيس بعد ما يبدى يحفر 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 راح يطلع من شنو راح يطلع من الانتستين من يطلع من الانتستين هيصير هو extra intestinal lesion ون حيروح من يطلع من الانتستين راح يصعد لي لللفر راح يروح لي لللفر The liver is the most frequently involved organ Necrosis in the liver usually begins as multiple small فوس يعني نعتقد انه هي مرح تطلع من الانتستين راح تصعد لللفر من راح تصعد لللفر راح تسوي لي عمليات نخر باللفر يعني متعددة يعني هذا اللفر مثلا هنا راح تسوي لي يعني عمليات نخر هنا النخر هنا النخر هنا النخر هنا النخر بالزرفة من كل مكان تقريبا بعدين هاي من راح تبدي انه يعني هي تجسر بها شون نقول نقر أو نقرات بكل مكان وبعدين هاي كلية راح يتجمعون انه هو يحس النقر فباعوا صارت اكون نقاط اتصال بالموضوع فبالتالي هاي كلية هتسبب لي انه يعني مرض اكثر كل ما زادت كل ما زادت عمد عدد النقرات كل ما زادت المرض اكثر باللفر بعديين من راح انه ممكن يطور الموضوع عندي من اللفر وين يروح يعني اذا المناعة ماتتي كلش ضعيفة ماتتي كلش لو هذا الشي حيتفعل يعني او اللي يدفع الاميبية تصعد وين reach the lung تصعد من اللفر وكذلك هتسوي لي همينة نيكروسيس راح تبدي يزرف باللنغ وهمين راح تخترق لي الديفرام تخترق الحجاب الحاجز راح تخترق الحجاب الحاجز producing a lung abscess بعدين ورا اللنغ ممكن نطور موضوع اكثر كذلك وين توصل للبراين كنت تلاحظون كان الموضوع بالانتستن كان طبيعي اذا سوي نخر وصلت للميكوسة وعبرت الميكوسة طبت بالسب ميكوسة وراها وين صار بالموضوع عبرت السب ميكوسة وطلعت صارت اكسترا وراحت صارت باللفر باللفر اوكي ورا اللفر وراحت راحت لللنغ ورا اللنغ راحت للبراين فالموضوع كلش يعني موسى زي موسى اكسترا انتستاني موسى 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 او موسى 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 يظهر لي المرض أو الأميبية. دورة الحضانة مولتها تتراوح من يوم من أسبوع إلى أرباطعش أسبوع. من أسبوع واحد إلى أرباطعش أسبوع. يعني أرباطعش أسبوع في سبع تيام يعني تقلين بحدود ثمانة و تسعين يوم وهي شيء. معناته أنه لنفتهم من هذا موضوعنا أنه الأميبية هنا بهذا الموضوع أنه ما تسبب لظهور الألم مفاجئة. لا. تأخذ وقتها كل شيء من أسبوع إلى أرباطعش أسبوع. This may resemble to bacillary dysentery اللي هو نوع من المعلم راف. هو البacillary dysentery اللي نحكي عليه but can be differentiated. Acute intestinal ambiobic dysentery severed with numerous small stools contain blood. لدي هنا طبعا عندنا بالنهاية جدول هذا الجدول رح يلخصنه كل اللي هذا اللي دي نحكيه هسا الفوق. زيان هنالا عندنا بالأكيوت اللي تشنة دي نحكيه intestinal ambiobic dysentery severe with numerous تكون عاداتها كل شو هواهية with small stools containing blood. من أحجام صغيرة من stools تحتوي على blood. تحتوي على دم بالموضوع. الميوكس and shreds of necrotic mucusa combinated by acute abdominal pain رح تصاحب لي هاذا يعني هتصاحب لي هاذا العملية بالnecrotic mucusa ألم acute abdominal pain ألم كل شحات بالبطن. عاد تندرس اللي هي أحمرار منطقة أحمرار حتصل بالبطن همينا بط بط ركزولي على كلمة بط no fever ما عندي اي fever بهذا المرض تخام أتمنى تركزولي على كذلك ممكن إذا أسوي عملية بالتروفوزويت أو إذا ممكن أحلل أسوي كالتشر يعني أو مو كالتشر عفوان إنه أسوي يعني أحطها تحت المجارة حتشوف عندي ال estoletica are found in the stools حلقة الموجودة كذلك بالstools chronic عندنا هسه تصنف حسب recurrent attacks of dysentery ممكن إنه ال dysentery تعاد يعني ترجع recurrent attacks ترجع مرة سوف تشتول نفس الموضوع intervening period of mild or moderate moderate gastro intestinal distribution and constipation يعني ممكن إنه تصاحب هالأشياء قبض عمليات قبض مالما تصير عنده فمعدت تكون دائما بها قبل وآلام كذلك هذا الموضع لا يخدم من آلام localized abdominal tendris is present كذلك إنه بالأبدومنل حيصير عنده حلقة عنده tendris منطق حمر ستصير عنده قبض قبض الكبد مالت سيكبر أكثر أكثر ليش لأن الكبد لا تتورم بسبب النكروسيز التي تصير بي فكذلك عدد الأميبية التي تربيها يزيد من حجم الليفر فبالتالي الليفر سيكبر حجمه الأكسترا هسه رح نحكي على الاكسترا انتستان سمتمز السمتمز اف هيباتيك امبيوسيز أولا حيصير عندي بين تندرس محمرار ان در رايت أبر قرنت يعني أنه الربع العلوي من المعدة عفون من البطن يعني هسه بطن الإنسان بالجزء الأيمن منه احنا هسه اللي تشوف هو الأيسر بس هذا بالنسبة لك لانت تشوف هاي بطن المريض هاي بطن المريض هاي بطن بهاي المنطقة هنان راح تلقى بالمنطقة الليفر راح تلقى اللي هو رايت أبر غاردن اللي هي بهاي المنطقة راح تلقى أكو pain و كذلك تنرز احمرار بموضور The male form The male form of disease is accompanied with slight enlargement and tenderness of the liver نو همينا كذلك هاتصر ب enlargement slight enlargement and tenderness احمرار باللiver In acute form there is severe right hypochondric pain كذلك hypochondric pain with marked liver large كذلك بالأكوت بعملية acute وليس بال chronic الموضو هنان راح يطور أكثر وحيصر عندي علم كلش أكثر أو أقوى hypochondric with marked كذلك علامات وحمرار موجودة بالكبد abscess is formed it is usually near of the superior surface of the liver تقريب على سطح the liver where the is cause die from diaphragmatic heration with the with pathogenicity pathogenicity is virulence of strain which is an acosololol that can be strong from the amoeba and acosololol that can be weak from the amoeba so it is virulence strain resistant of the host مقاومة host المناعة مالتك شون تشتغل innate immunity innate matic هي المناعة التي تولدت بها تعتمد على المقاومة مالتها state of nutrition of the host يعني مثلا ال quorumatic اذا كان بغذاء ممكن انه تجي هالأمoeba تتغذى عليها وتلتهي بالتالي انه مرض مالتك ميصر قوي بالموضوع فانه كل ما كان الهوست بي nutrition اكثر كل ما التهت الامoeba بالموضوع بي اكثر اذا كان لا والله ما بغذاء فبالتالي راح تتطلع من الموضوع هذا وتصعد اكثر لليبر ورا لليبر تصعد لللنج عن طريق انه تخترق الحجار الحاجز ورا البرين زين رابع infection with other agents يعني infection with other agents free of the infection means less susceptible of infection الاجت مثلا عندي مثلا كمية المرض مثلا عندي اميبيا في مكان عندي اميبيا في ثاني مكان اميبيا في ثالث مكان بالتالي الجسم لا يستطيع الاميبيا ورا الاميبيا ورا الاميبيا لا راح يضعف الجسم اكثر اكثر كل ما زاد الانفكش agents بالجسم يعني انه كل ما عندي انواع من الادوية ها الادوية انه مثل الملينات دولة هاي او هاي المحافزات الملينات كل من تاخذ انت الادوية هاي راح انت تروح تفرغ كل شي يعني انه بالتالي راح تحفز وانتك الجدار والامعاء والتالي انه تروح يعني تفرغ محتويات الجسم يعني يذب فضلات اوكي فانت من ذب فضلات باعتبار صويت عملية تنظيف لهاي المنطقة فبالتالي راح يجي تجي الاميبية راح تلقي بيئة كل نطيفة ممكن تقدر تعيش عليها الموضوع انه هاي دراجز مدفيدك اولا كسط الموضوع انه حسب لك اذية اكثر ممكن الموجودة بالفورا ممكن كذلك تتماسك وياها وسو ان في سو يعني ان ممكن تفيدك وممكن ما تفيدك يعني ممكن هذا البكتيريا كانت ما تفيد جسم الانسان فبالتالي هي راح تفيد الاميبية بينما اذا مفادت الاميبية فهي راح تفيدك الفورا تفيدك تفيدك نتائج موجبه اكثر بالنسبة للتروفوزويد فورسيست زينكسولفات فلوتيشن 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 تيست اوكي فلوتيشن تيست انه هذا من حتى تسويها زينكسولفات أو الفلوتيشن تيست فلوتيشن تيست حينطيني نتائج موجبه اكثر بالنسبة لل دياغنوزز ستسوي 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 لك عملية ستشوف انه الاميبية موجودة سيغمو ديسكوبي الخزعة بيوبسي السيطة بيوبسي بيوبسي الأيبرامين كما تلاحظون هنا كما تلاحظون وهنا كما تلاحظون هنا كما تلاحظون هذا الهيبريم حولها الألصر شان صايرة عندك هنال هذا يقول لك أنه الألصر سورواند with narrow zone of the هايبريم يعني منطقة بها دم هواية حول الألصر باريوم ميل يعني باريوم ميل investigation x-ray may revolve persons of the funnel shape or deformatory or falling defects in the colon especially in the seacrum يعني أنه إذا انتا من تجي تروح تسوي أشياء على x-ray لها المنطقة منطقة الكولون أو منطقة intestine رح تشوف أنه هذا هذا ال flask shape رح تلقى موجود بال x-ray رح يبين عندك الألصر بلود examination كده عكم حتسوي بلود examination هو moderate لوكوسايت سعنو حتل هي أكو لوكوسايت موجودة من تشوف أكو لوكوسايت بدها مهواية عفوا لوكوسايتوسيز ميت أنه يعني محتشوف أكو لوكوسايتوسيز ما حتشوف أنه أصلا أكو لوكوسايت وايت بي سيز معنات أنه أكو في infection بالتالي أنه البلود examination حفيدنا من التعرف على صفات الأميبية serological test هاي حتشينا عليها اللي بالمحاضرة الفاتت اللي هي حتسوي antibodies تأخذ عينات منها الاليسا وال IHA and IFA histology ممكن إذا تأخذ عينه من النسيج أوكي biopsy تأخذ خزعة من النسيج بالتالي وهمين لتحطها وتسوي لها يعني تسوي لها لنه تحلل وعني تشوف شكو بيها فهتشوف انه التروفوزويت can be identified التروفوزويت رح ممكن تتعرف عليها بالنسبة للمرض بالبيوبسي سامبل بالنسبة للستولوجي obtained during colonies or surgery يعني عفو خلال colonoscopy or surgery للعملات الجراحية molecular methods اللي هي DNA prop and penetrating serocopy أو هاي ما نسيت بس الر reaction مهم انه PCR هو عملية صعبة أو مكلفة فبالتالي ما تفيدون فإنس عملية تحلل الDNA أكي أكي واسحب عينة منها شوية وطلحها وبالتالي اتعرف على صفاتها لعينة هل بها ريحة هل ما بها ريحة شوف لونها مولونها اكل يتدفيدني بالليفر فمن خلال هاي هسوي كذلك همين هسوي بالسراج إذا كانت اكثر من خمسين مليلي متر لكل ساعة فمعناته انه عندي كذلك همين انا سوي تحلل اذا كانت النيتروفيل اكثر من يعني وصلت تقريبا الى ثمانين بالمية فمعناته عندي انفكشن وهو اهم شيء التريتمنت هو شون عالجة عالجة بالميترونيدازول اللي هو الفلاجيل اسمه التجاري الميترونيدازول اسمه العلمي للفلاجيل زاعدا العيدو هذا غلط ما يكون دخل بهاي بس ممكن تجيكم بالأسئلة هي اتشي يعني هي ولط ما اعرف بس هي اسمها الايدو ايودو كوينول او الاسم الصحيح ايودوهايدروكسي كوينول الكوينول اللي هو الكوينول يعني الجماعة الاسدية خلون كيميا حين فونشن والكوينول كوينول فهذا الايدوكوينول ممكن الميترونيدازول يسعلي على قضاء هاي الاميبية كوينول 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 فالنصت فترة الحضانة هاي 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 قلنا انه هي تاخذ انه شون نقول وقتها من واحد الارباطعش اسبوع قلنا هاي اكو تلاول اتظهر اللي قبض فيفور هاي ما عندي فيفور الفيسيلوري داسنتري عندي فيفور بالنسبة لها التوكسيسيتي التوكسيسيتي هاي انه سمية الرغبة بالدخول للحمام الرغبة بانه ان تدخل للحمام وتفرغ كل شيء المريض يكون مصاب بالأميبك دايسنتري ما حتكون عنده الرغبة بدخول الحمام ويفرق حت إذا كانت عنده رغبة بدخول الحمام وأنه يريد أفرر فما حتدر يدرب أي شيء انه ما أكشي فقط شعور كذا بخلق زمي فهي حتكون أنكامون من تسأل المريض المصاب بالأميبك دايسنتري هذا اللي من 1 إلى 14 تسأل لها يا با أنت تريد تدخل الحمام يقول لك لا أنا مدحس نفسي لأدخل الحمام بينما الباصلوري دايسنتري هذا المصاب الباصلوري دايسنتري حيقول لك ايه والله رددخل الحمام يعني كل سعي يقول لك رددخل الحمام ورددخل الحمام ومن طوب يقول لك ماهو شي فهذا هو يعني تقدر تهرب مميزات للأميبك والباصلوري فامتينج أبسنت ما عند أي فامتينج بالأميبك وكذلك بريزنت الباصلوري من ناحية الستول كذلك كمين ممكن أسأل المريض الستول هي الفرقونسي مات من 6 إلى 8 مرات بيردي بينما الباصلوري over 10 مرات بي اليوم الادور هي انه الرائحة بالستول حتكون كلش كريهة بالعميبك دايسنتري بالنسبة للباصلوري دايسنتري ما كوائية رائحة الكلور هذا الكلور سيكون دارك ريت لأنه اصلا عمليات نكروسيز بالميوكس فبالتالي انه جرح قديم فبالتالي شبه متخثر فسيطلع دارك ريت بينما بالنسبة الباسولة فهو جرح جديد فهو جرح جديد فحيكون بريت ريت الناتر سيكون دارك ريت خلاج مع بلوات وأميوكس ما كله عليك في بعصة الباسولة سيكون دارك ريت الخلاج و ميوكس وكذاك في بعصة الباسولة سيكون دارك بلوات وأميوكس لأن هذه الأمراض البقية التي طرقناها ستة من ناحية المورفولوجية هي مشابهة تقريبا للهستولاتيك الحارت ماني هي شو نقول هي يعني smaller size من نسبة للهستولاتيك مقارنة بالهستولاتيك هي تكون being smaller size الانتمي بيكولاي أكو إي كولاي اللي هي ذي كان نوع بكتوريا اللي هي الشيكة كولاي وعنى الانتمي بيكولاي ها هي البرسايد يعني ممكن إنه إذا قال لك عندي ثمن أنوية بالماترسيست بدون أن تصير عملية تكاثر وعفوا انشطار وعنى عملية تكاثر بالبراسايد فمعناته هي تقول لها أنت بيكولاي بعد عدنا النونة النونة هاي النونة لا تحتوي على أربع نيوكلاي البوتشالي البوتشالي ديقولك بوث تروفوزويد السيست لا تحتوي على أي نيوكلايس من ما حيحتاج يعني يعني يحتوي على لارج اندوسون السيست ما حيحتوي على لارج غليكوجين غليكوجين إنه هذا موجود بالماترو إذا تذكروا نعمل نوع البارسايت عفوا الماترو اللي هو اليونج هذا هو شكل مثل ما تشوفون عدنا هاي هاي هي حتكون تتعيش بالطبيعة بالجزء الحر وكذلك هي ما تكون بس حتكون باثوجينيك إذا توفرت لها الظروف ستكون باثوجينيك هي غالبا هي تكون ننباثوجينيك بينما يعني تفرط لها الظروف المعينة ستكون باثوجينيك راح تتغذى لعى الدماغ بشيء يقال نجوليس found in the warm fresh water and in the soil near warm water discharge of the straw plants and unchlorinated or minimally chloride swimming pools يعني التلقيص عن هذا الكلام انه هاي الفولري هتكون غالبا هي non pathogenic هتكون غالبا هي non pathogenic بس تكون pathogenic اذا تفرط الى الظروف وهي تتغذى على البكتيريا هي بالطبيعة بالطبيعة من تكون free living هتتتغذى لي على البكتيريا شو كتما تتغذى لي على البكتيريا اذا طبت بجسم الانسان لنطب بجسم الانسان راح تتغذى على شنو راح تتغذى على البراين مباشرة فالموضوع يعني فتشي اوكي هي تتغذى على البكتيريا طبت الجسم الانسان تبدي تتغذى على البراين شوية ليحد ما يموت. فهاي عملية نسميها نيغلراسس. كذلك كون تكون موجودة موجودة بالوارم فرش واتر. انه ممكن تكون بالشونا نقول عفوان بالحلاء لا هلا الله. بالمي الدافي. الورم وفرش واتر. او الدافي حول النباتات اللي يكون يم التربة يم المسويل. حي اليم النباتات هاد الميت دافي هو يكون كذلك ممكن تكون بي الناجليريا فلوري. زين. كذلك ممكن تكون بالسويميكوان ما بيها ما بيها الناجليريا. ما طب لي هاي الاميبية. طب لي عن طريق النوز. شون طب لي هاي عفوان الاميبية طب لي عن طريق النوز. شون طب الناس وان تروح وان ذين انترز يمكن انه طب بالعصاب الشميه مالتي ومنها العصاب الشميه تروح قبل الوين الى البراين تصعد فوق والطب الى البراين تبدأ تتغذى على الالي حد ما يموت فاند يقول لك النور بضيئس بكتوريا هي غالة ما تأكل بكتوريا عندما تدخل الجسم الانسان تستخدم البراين كمصدر غذائي بتأكل بتأكل يعني it does not form cysts in human tissue يما هتحضر الى cysts in human tissue where only the amyoboid trophozoide قبل الطب قبل الطب التروفوzoide stage the flagellized form can exist اللي هي تحتو على flagellized form can exist ممكن تكون بتواجد يعني انه تنتقل بالcerebrospinal fluid بالCSF وما تكون به البراين disease PAM primary amoebic meningio encocephalitis اللي هو PALM مختصة disease ما تسمو PALM early stage of infection may be similar to bacterial meningitis ممكن انه هو early stage malita infection تشبه عمليات الصابه بالmelengitis من ناحية البكترية الانشياط PAM اوكي عمليات البام الابتدائي symptoms المالة symptoms العرافة تظهر من 1 الى 14 there there من 1 الى 14 يوم after infection و الى هنا اكون اختمت فيهاكم مادة المنت شكرا جزيلا واعتذر الى قصارت بشرح محاضرة او سلايد من السلايدات و اه اه اتمنى لكم كل التوفيق بالميت ان شاء الله اشتركوا في القناة